موسيقى نشرة الأخبار من يمن شباب أهلا بكم مساء الخير أمان مساء الخير هشاو تتبعونا معنا في أخبار التاسعة تصعيد إماراتي جديد ضد شرعية في عدن مع استخدام تعزيزات عسكرية من الساحل الغربي والتوتر يخيم على سقطرة مع السمار التمرد مسلح أبي العباس منعون دخول شاحنات الغذاء والوقود إلى تعز وشهيد في قصف لميليشي الحوث على حي سكني غرب المدينة موسيقى وأيضا في التاسعة رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة يتسلم مهمه رسميا وميليشي الحوث تصاعد من هجماته على مواقع الجيش وتجمعات المدنيين موسيقى إلى التفاصيل حيث أعلنت ألوية قوات العمالقة المتمركزة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة دفعها بتعزيزات إلى العاصمة المؤقتة عدن في إطار تصعيد إماراتي ضد الحكومة الشرعية ولم تذكر الألوية هدف إرسال تلك التعزيزات إلى عدد الوقاعة تحت سيطرة ميليشي الانتقالي الإماراتي وقالت إنها ستعلن تفاصيل وافية لاحقا عن العملية وشهدت عدن في أغسطس المنصر من العام الجاري مواجهات مسلحة بين قوات حكومية وميليشي الانتقالي انتهت بسيطرة الأخيرة على عدن عقب تعرض القوات الحكومية شمال عدن لقصف بالطيران الحربي الإماراتي قالت مصادر مطلعة إن التحالف العربي توصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة والتوتر الحاصل في جزيرة سقطرة يقضي بمنح مدير شرطة المقال إلى يوم غادر الأحد لتسليم الختم الرسمي الخاص بإدارة أمن الجزيرة لمدير الأمن الجديد ويشمل الاتفاق رفع جميع النقاط المستحدثة من قبل ميليشي الانتقالي الإماراتي وصلت تعهد للمحافظ رمزي محروس بأن يتم تنفيذ الاتفاق يوم غادر الأحد رغم اعتراضه عليه أربعة أيام مضت على قرار الرئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي إقالة مدير شرطة سقطرة علي الرجده وتعيين مدير جديد لشرطة خلقت أجواء توترين في المدينة التوتر جاء بعد رفض المدير المقال الرجده تسليم منصبه ووفقا لمصادر خاصة من سقطرة فإن الرجده استعانى بعناصر الحزام الأمني التي دربتها الإمارات وسيطر على عدة مركز شرطة منها مركز الشامل في حديبو وتشير المصادر إلى جهود لاحتواء الأزمة سلميا في ظل تحشيدات مستمرة من جانب ميليشيات أنشأتها الإمارات وبين قوات الحكومة التي تريد تسليم قيادة الشرطة إلى العقيد فائز طاحس المدير المعين حديثا وتتضمن الجهود أن تنسح بميليشيات الانتقالي والمواليل للرجده من المركز الشامل وكذا نقطة جولة سرهين المدخل الشرقي لمدينة حديبو على أن يتم إجراء الاستلام والتسليم بين المدير المقال وبين المدير الجديد الأحد وساد هدوء حذر بعد تسريبات في الجزيرة عن الوصول لاتفاق لكن الوضع قد ينفجر حال إصرار الميليشيات على السيطرة على القرار الأمني في المحافظة اتهمت صحيفة أمريكية الإمارات بالعبث في مناطق صراع متفرقة في الشرق الأوسط من بينها اليمن مستعينة بأسطول من الطائرات المسيرة كما قالت صحيفة ناشنال انترست الأمريكية أن الإمارات تأتي على رأس الدول التي استوردت هذا السلاح من الصين التي تتصدر حاليا سوق الطائرات المسيرة وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن الإمارات استخدمت هذا السلاح أيضا لتقويض الحكومات الشرعية كما استعانت به باليمن بواب كثافة تفوق كثافة الغارات التي شنتها على حكومة الوفاق الليبيا واستشهدت الصحيفة بحادثة قصف تجمعات القوات الحكومية في عدلا وأبيا أواخر أغسطس الماضي ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر بـ 300 عنصر من الجيش اليمني بحسب تقهير رسميا صادر عن وزارة الدفاع اليمنية في حينه كشف رئيس مركز أبعاد للدراسات والأبحاث محمد عبد السلام أو عبد السلام محمد عن معلومات مهمة وخطيرة حول الدور الخفي للتحالف العربي في اليمن وتساءل في تغريدات عما إذا كانت مهمة التحالف انتهت في اليمن بتحقيق الهدف السري المتمثلي بضرب قدرات الجيش اليمني نعم وأوضح رئيس مركز أبعاد أن القوات الإماراتية دمرت أليات ثقيلة تابعة للجيش اليمني في المناطق التي لم تصلها ميليشيا الحوث الإنقلابية مثل حضر موت مبين أن القوات الإماراتية جمعت 12 عرب من نوع بي أم بي و43 دبابة من نوع تي 55 و 62 من نوع تي صناعة رؤسية وأكثر من 50 مدفعا ثقيلة متنوع العيار من معسكة 27 ميكا بالقرب من مطر المكلة وقامت بإلقاء بعضها في البحر ودفن البعض الآخر بين رمال الساحل وأضاف رئيس مركز أبعاد أن القوات الإماراتية دمرت أيضا آليات تابعة للمنطقة العسكرية الثانية منها 20 عربة قتالية في ساحل المكلة مشيرا إلى رفض تحالف تدريب طيارين يمنيين باستثناء الإمارات التي استقطبت 50 طيارا لتدريبهم ضمن ميليشياتهم كما كشف عن إطلاف التحالف في 20 طائرة متنوعة صالحة للاستخدام من نوع سخوي وميك وطائرات تدريبية ورميها خارج المدرج في قاعدة العند إضافة إلى منع الحكومة من نقل أو استخدام طائرة نقل عسكرية من نوع هيروكلوس الأمريكية الصنع كانت موجودة في مطار عدن ما أدى إلى خروجها عن الجاهزية تشهد العاصمة المؤقتة عدن تزايدا في حوادث البسط على الممتلكات الخاصة التي يقوم بها قادة من ميليشيا الانتقالي الإماراتي مستهدفين أراضي المواطنين وأملاكهم تحت قوة السلاح وتداول ناشطون مقطع فيديو لمناشدة أطلقتها أسرة المتوفي عادل اليافعي والذي تعرضت أرضية تعود لورثته للبسط من قبل عادل سعيد الضالعي المقرب من قيادات ميدانية في ميليشيا الانتقالي الإماراتي أفادت مصادر محلية أن القوات السعودية المنتشرة في محافظة المهرة أغلقت ميناء ناشطون منذ خمسة عشر يوما دون إبداء الأسباب كما قالت المصادر أيضا أن إغلاق الميناء تسبب في تكدس السفن والمركبات التي طرت للانتظار ولم تتلقى أي موعد لفتح الميناء حتى اليوم ومن جهته قال الناشط صالح المهري أن إغلاق الميناء انعكس على الحركة التجارية والخدمتية للمحافظة لكونه المنفذ البحري الوحيد فيها والذي تمر فيه أغلب البضائع والسلع التموينية كما أضاف أن القوات السعودية عمدت إلى إحكام السيطرة على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية في المهرة بهدف تعزيز وفرض سيطرتها عليها وبتواجد ترسالة عسكرية غير مبررة في تلك المنافذ وفي شأن متصل أعلنت لجنة اعتصام أبناء المهرة اعتزام أبناء مديرية حوف استئناف اعتصام مفتوح في سرفيت خلال الأيام المقبلة وذلك حتى يتم تحقيق كافة المطالب وأبرزها خروج كل القوات السعودية كما قالت اللجنة في بيان أن العودة إلى الاعتصام يأتي في ظل عدم التزام سلطة المحلية بإخراج القوات السعودية من منفذ سرفيت الحدودي مع عمان رغم جهود بذلها شيخ القبائل في المحافظة في هذا الصعيد قوبلت بالمماطلة من قبل المحافظ بكريت وأكد البيان أن الوجود العسكرية يعد خرقا واضحا للسيادة الوطنية واتفاق النقاط الست الموقع عليها العام الماضي إلى تعز الآن حيث استشهد مدنيا وأصيب آخر إثر قصف شلته ميليشية الحوثي الإنقلابية على أحياء سكنية في المدينة نعم وقال مصدر المحلي إن مدنيا يدعى رضوان عبد ناجي عثمان استشهد وأصيب آخرون إثر قصف لميليشية الحوثي على حي بيرباشة غرب المدينة نعم وبحسب المصدر فإن ميليشية الحوثي أطلقت أكثر من خمس قذائف عشوائية على الحي السكنية وتواصل ميليشية الحوثي قصفها للأحياء السكنية في تعز بعشرة القذائف إضافة إلى استمر فرضها حسرا خانقا على المنافذ الرئيسة لمدينة تعز منذ خمس سنوات في تعز أيضا منعت مجاميع مسلحة تابعة لميليشية أبي العباس دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى تعز نعم وذكرت مصادر محليا من جاميع أبي العباس استحدثت نقطة على طريق القريشية الرابط بين عدن وتعز وقامت بقطع الطريق ما تسبب في تكدس مئات الشاحنات وفي نقطة النخلة أصيب ثلاثة من موردي النفط ومن أبناء الصبيحة برصاص مسلحي أبي العباس في نقطة النخلة الواقعة تحت سيطرتهم أما في الظالع فقد لقي ثلاثة وعشرون من ميليشية الحوث الإنقلابية مصرعهم بينهم قياديان اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطنية في جبهة حجر في مدرية قعطبة شمال المحافظة وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشية الحوثية التسلل في وادي الشجيب القربي أو بقرية الريبي بمنطقة حجر غرب مدرية قعطبة كما أضاف المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للميليشية الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار وأسفرت المواجهات عن مصرع ستة عشر من عناصر ميليشية الحوثي المتمردة بينهم القياديان البارزان في الميليشية المدعوب معمر السقاف والمدعو عوض بدر الدين الكهالي وجرح سبعة آخر نبقى ميدانيا حيث شن طيران التحالف العربي غرات جديدة على مواقع تحركات وتجمعات الميليشية الحوثية الإنقلابية في محافظة صنع وقالت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف شنت غارتين على مواقع الميليشية في منطقة الصافح بمدرية نهم في محافظة صنع كما أضافت أن الغرتين أسفرت عن سقوط عدة قتلى وجرح في صفوف الميليشية الحوثية إلى جانب فرال أعداد الكبيرة منهم طالب أهالي مجندين في الجيش الوطني الرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع بتقديم توضيح حول المعركة التي وقعت في مديرية كتافي والبقع مطلع سبتمبر الماضي كما شدد الأهالي في إفادة لقناة يمن شباب على ضرورة قيام الشرعية بمكشفات الشعب حول تلك المعركة وعدد الشهداء والمفقودين فيها واعتمادهم في كشوفات الجيش اليمني كشهداء وجرحى ومفقودين وأسرى لدى ميليشية الحوثية كما طلب أهالي المجندين بإجراء تحقيق وإحالة القضية لمحاكم عسكرية لمن يثبت تساهله أو تقصيره في إدارة المعركة وحمل الأهالي الرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع مسؤولية وجود أي قوات أو تشكيل جيش لا يخضع رسميا لوزارة الدفاع وأكدوا أن ذلك يشكل خطرا على حاضر ومستقبل البلاد وشدد أهالي المجندين على قيام التحالف العربي بإصدار إعلان حول ما حدث باعتباره شريكا لوزارة الدفاع اليمنية في إدارة المعركة تعرضت مواقع قوات العمالقة في مديرية الدريهم جنوب مدينة الحديدة لقصف جديد شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقال مصدر ميداني إن ميليشيا الحوثي استهدفت مواقع متفرقة لقوات العمالقة شمال المديرية بالأسلحة الثقيلة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة خلال ساعة النهار كما أضف المصدر القصف طال المواقع التي تتمركز فيها القوات شرق الدريهمي وخلال الساعات الماضية شنت ميليشيا الحوثي قصفا مكثفا وعنيفا على مواقع العمالقة شمال وشرق مديرية حيس كما تعرضت مواقع القوات المشتركة جنوب وشمال منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة بذات المحافظة لقصف مدفعي وصاروخي عنيف تسلم الجنرال الهولندي المتقاعد أبهجيت جوها مهام عمله كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفا للجنرال الدنماركي مايكل لوسغارز الذي غادر منصبه في الرابع والعشرين من يوليو الماضي نعم ونشر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث تغريدة على حسابه في تويتر أكد فيها تسلم الجنرال الهندي جوها مهامه رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتطلع للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق كما أعرب عن أمله بالنجاح في مهمته نعم وعين أمين وعام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريوش في الثاني عشر من سبتمبر الماضي الجنرال جوها رئيسا للجنة تنصيق إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة ويعد الجنرال جوها ثالث رئيسا للجنة والفريق الأممي في اليمن وذلك بعد الجنرال الهولندي باتريك كامرت الذي استقال من منصبه في يناير الماضي وخلفه لوليس جارد الذي غادر منصبه بعد قرابة ستة أشهر شرعت السعودية في إجراء اتصالات مع قيادة في ميليشيات الحوث الإنقلابية لبحث وقف إطلاق النار وسط تأكيدات بأن مقترحات بهذا الشاء تدرسها الرجال في محاولة منها لوقف تصعيد الصراح السعودية تجري اتصالات بالحوثيين عبر طرف ثالث لوقف إطلاق النار تطورات متسارعة في المحافل الإقليمية والدولية بشأن الحرب في اليمن حيث ذكرت رويترز في تقرير جديد لها عن دراسة جديدة للسعودية لوقف إطلاق النار باليمن ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية ومطلعة أن السعودية بدأت اتصالات مع رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط عبر طرف ثالث لكن لم يتفقوا بعد وتشير رويترز إلى ضغوط أمريكية وأوروبية على السعودية لوقف الغارات باليمن بعد عرض الميليشيات الحوثية وقف إطلاق الصواريخ والطيران المسير على السعودية وتطابقت تصريحات نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذكرت رويترز أن الضغط الدولي على الرياض وانسحاب الشريكة الإماراتي من الحرب ضد ميليشيات الحوثية الإنقلابية جعل المملكة أكثر انفتاحا على وقف الحرب وبحسب رويترز فإن السعودية تريد فصل العلاقات بين طهراني وبين ميليشيات الحوثي الإنقلابية لكن رئيس أركان الجيش الإيراني تعهد بدعم الحوثيين حتى النهاية هذا والتزمت الحكومة اليمنية الصمت من اتصالات سعودية حوثية لوقف الغارات على الميليشي الإنقلابية ولم يصدر عنها أي شيء يوضح موقفها إزاء ذلك في الفنادق الفارهة تنعزل الحكومة اليمنية في العاصمة السعودية رياض وتقف على الحياد من اتصالات سعودية حوثية لوقف الغارات العربية أغل عليها الباب أو أغلقته على نفسها أو الأمران معا فإن المؤشرات تؤكد على استبعاد الحكومة اليمنية من ترتيب المرحلة المقبلة لليمن وبعد أيام من نظرة إيجابية سعودية صدرت عن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان ونائبه خالد بن سلمان تجاه عرض حوثي لم يفو به لم يصدر أي موقف من الرئيس هادي ولا حكومته لتحديد موقفها من هذه التطورات الخطيرة سكون تخلله ترحيب خجول من الفريق لمحسن نائب الرئيس بدعوة خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع المسؤول السعودي المكلف باليمن الفرقاء اليمنيين بالتوحد ضد إيران دعوة يريد علي محسن من ترحيبه على إظهارها كأنها خاصة بالمناهضين لميليشيات الحوثي الإنقلابية لكن مراقبين وقيادات حوثي اعتبروها دعوة سعودية لهم للابتعاد عن طهران كما ظهرت في تغريدات القيادي الحوثي حسين العزي في سياق متصل أكدت صحيفة سعودية رسوخ الموقف السعودي حول الشأن الجماني وقالت إن التصريحات نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الأخيرة وضعت النقاط على الحروف حول هذا الموقف وقالت صحيفة عكاذ التي جاءت تحت عنوان من أجل يمن موحد إن المملكة قلبا وقالبا مع اليمنيين واليمن من أجل بناء دولة قوية وشعب مطمئن ودعت صحيفة اليمنيين إلى أن يستعيدوا وحدتهم وقررهم ويقفوا صفا واحدا من أجل بناء دولتهم بعيدا عن التدخلات الإيرانية السافرة اتهمت اللجنة الطبية العسكرية وزير المالية ومحافظة البنك المركزي اليمني بعرقلة صرف مستحقات جرح الجيش الوطني وميزانية اللجنة الطبية منذ بداية العام الجاري وقال مصدر مسؤول في اللجنة إن وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد الفضلي يرفضان صرف مستحقات جرح الجيش والميزانية التشغيلية للجنة الطبية العسكرية رغم صدور توجيهات من رئيس الوزراء معين عبد الملك بصرفها قبل عدة أشهر وأضاف المصدر في تصريح ليمن شباب أن توجيهات صريحة بصرف المستحقات ومخصصات علاج الجرح من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية غير أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يرفضان صرفها بحجج واهية نشد لقاء جمع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء وجرح الحرب وممثلي مكاتب الشهداء والجرح في محافظات عدن ولاحج والظالع وأبيان نشد الرئيس عبد الربو منصور هادي الضغط على الجهة المسؤولة عن عرقلة صرف رواتب عائلات الشهداء والجرحة وإصدار جوازاتهم لاستكمال علاجهم في الخارج وتوعد الاجتماع بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالب الجرحة وعائلات الشهداء وطالب الاجتماع دول التحالف العربي بقيادة الصعودية بتسوية الأوضاع المالية للجرحة وعائلات الشهداء نعم أتت مطالبات جرح الحرب بإصدار جوازاتهم لاستكمال علاجهم في الخارج في وقت تم فيه إيقاف العمل في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في عدن نتيجة لتمرد ميليشيا الانتقالية الإماراتي تم على إثره النقل العمل في فرع المصلحة في محافظة شبه قال قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد الواء 137 مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس إن اليمن الاتحادي المقر في مخرجات الحوار الوطني هو السبيل الأمثل للشعب اليمني والخيار الذي سيحقق تطلعات اليمنيين جاء ذلك خلال محاضرة لمنتسبين لواء 101 شرطة جوية وفتاح قاعة المحاضرات بمقر قيلة اللواء في سيئون والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بعياد ثورتين سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المجيدة وأضاف أن الجميع يتطلع لإشراقة شمس اليوم الذي تنتهي فيه جميع أشكال الاقتتالي وتترسخ فيه مداميك اليمن الاتحادي أفدت مصادر محلية أن أزمة الوقود في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية ما زالت قائمة رغم إعلان شركة النفط في العاصمة عن وصول سفر مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وقالت المصادر أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها الخميس الماضي وشهدت أمامها طوابير طويلة للمواطنين والسيارات من جديد وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت قبل يومين عبر شركة النفط التي تسيطر عليها في صنعاء انفراج الأزمة بعد وصول سفر مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع للمتمردين غير أن أزمة الوقود مستمرة منذ أكثر من شهر ويرافق أزمة الوقود الخانقة انتعاش للسوق السوداء التي تديرها ميليشيا الحوثي ووصل فيها سعر جالون البنزين سعة 20 لتر إلى 20 ألف ريال شكى مواطنون في مدينة سيئون في حضر موت من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية بالمحافظة حيث طلب المواطنون الجهات الحكومية بفرض رقابة على التجار بما يضمن تكافؤ أسعارها مع مستويات دخل الفرد تتصاعد شكاوى المواطنين في محافظة حضر موت من ارتفاعات يصفها بالجنونية في أسعار الخضار والفواكه التي تجاوزت في أحيان كثيرة نسبة المئة في المئة في كثير من الأصناف فهنا في أسواق مدينة سيئون تبدو حركة السوق خجولة مع توفر العرض وقلة الطلب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي رمت بثقلها على أبسط أساسية حياة المواطنين كل الدنيا غالية لأن يقدر واحد يشتري له كيلو موز من قان هذا كيلو طماطم ثمانمية في أما يقدر يشتريه التعبان هذا ولكن ما فيه تعاونيات ولا فيه إدارات لتقوم بالعمل هذا ما فيه مؤسسات تقوم بالكلام هذا ما فيه إدارة تقوم بالأسعار هذه ولا التعبان هذا يوم اللي عنده فلوسكي سمالان هذا بيشتريه طراح ولكن التعبان ما يقدر يشتريه حلوك باقل هذا يوقل أكله برز وهي بصل والبصل عالي بكم ثمانمية اليوم ما أقل حتى على البصل أصوات الشكاوى تجاوزت المواطنين والبائعين إلى تجار جملة الخضار والفواكه الذين بدورهم يعللون أسباب ارتفاع الأسعار إلى تدهور العملة المحلية وبعد مسافات الطريق من المحافظات التي تورد منها المحاصيل والخاضعة في دومة الحرب والصراع إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع كلفة المبيدات والأسمدة المستخدمة في الزراعة أصبحت أسعار النقل غالية مثلاً أسعار البضايع المحلية المسافة كانت من هنا لصنعة خلال 12 ساعة توصل السيارة من صنعة إلى سيون لكن من فترة الأخيرة أصبحت المسافة من صنعة إلى سيون صعب سيارة يومين يعني الإيجار تضاعف يمكن مرتين ثلاث مرات ثاني شيء أصلاً أسعار المحاصيل والمزارعين في صنعة وفي كل محافظة اليمن عليهم السماد والبذور هذه ارتفعت أسعارها بحكم الصرف وعندهم العمال وبربر ارتفع يعني سعر العمال العام اللي كان يحصد بل فريال الآن يحصد يعني بغالي انزلاقة خطيرة تحاصر المواطنين في أهم أساسيات حياتهم المتمثلة في الغذاء في ظل صمت مطبق من قبل الجهات المسؤولة فالأسعار لا تتناسب كلياً مع مستوى دخل المواطن ففي حين ترتفع الأسعار بشكل متصاعد يتراوح الدخل المالي للمواطن في مكانه لتكتمل قصة حصار غير معلنة تلاحقه في شتى ضروريات الحياة حالة من المعاناة تشهدها الأسواق المحلية للخضروات والفواكه خلفتها موجة ارتفاعات طالت أجناساً متعددة تصاعدت معها أصوات المواطنين المطالبة بفرض رقابة تحكم السوق المحلية بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عبدالله مومن يمن شباب حضر موت أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تضارر أكثر من تسعين ألف شخص في اليمن جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية منذ سابع والعشرين من سبتمبر الماضي وقال سيفان دوجريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي قال إن معظم المتضررين هم في محافظة حجة مشيراً إلى أن تدخلت الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة الأولية وكشف دوجريك عن تضرر المناطق السكنية ومواقع النازحين والمزارع وخزنات المياه مضيفاً أن الوكالات الإنسانية تقوم بإجراء تقييمات أكثر تفصيلاً ناية أخبار التاسعة تابعتوا فيها تصعيد إماراتي جديد ضد شرعية في عدن مع استقدام تعزيزات عسكرية من السحر الغربي والتوتر يخيم على سقطرة مع السمار التمرد مسلح أبي العباس يمنعون دخول شاحنات الغذاء والوقود إلى تعز وشهيد في قصف لميليشيا الحوثي على حي سكني غرب المدينة كما تابعتم أيضاً رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة يتسلم مهمه رسمياً وميليشيا الحوثي تصاعد من هجماتها على مواقع الجيش وتجمعات المدنيين ختاماً دمتم وآدم اليمن بألف خير إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة